لو أنت جالك ضيف أنا فاكر كويس جدا جدا أنا روحت مرة كنت في قرية من القرى بخدم وروحت بيت بيت عمدة القرية أنا قمت لجيت ابن العمدة مورنش الجزم مساحهم يعني مساحهم وورنشهم اللي هو التلميع المهم الفكرة دي هو ابن العمدة ده حد يجبره أنه يعمل كده لكنه يعمل إيه؟ جنب عمل الخدمة طوعا وهو اختار هذا الإشياء هو اللي اختاره أنه يعمل كده ده إحنا إحنا لما كنت أنا وحد كمان صديق لما جمنا لجينا كده إحنا فوزعنا لأنه ده عمل يعني إحنا بالنسبة لنا كان إحراج شديد لنا إحنا اللي شعرنا بالخزي مش هو عشان كده الصليب في فيليبي 2 من 5 إلى 8 هو على فكرة بمصر يعني بيعملوا ده لأنه كنت أصحى من النوم ألاق الملابس مغسولة ومكوية ومحطوطة معراش بأي ساعة بياخدوها من غير ما تعرف وده عشان طوعا واختيارا وحبا فيك شخص لكن لو قلت له اشتغل الشغلانة دي بره يحس أنها لا ما اشتغلش فهنا الصليب كان طوعا واختيارا ففيليبي 2 من كامسة الثمانية بيقول ليه فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا الذي إذا كان في سورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله هو كده معادلا لله هو الله لكنه أخلى نفسه أخزا سورة عبد هنا مين اللي أخلى؟ مين اللي أجبره أن ينزل؟ محدش هو بنفسه اللي قرر لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بزل ابن الوحيد محدش أجبره أن يعمل كده أخلى نفسه أخزا سورة عبد صائرا في شبه الناس إذ وجد في الهيئة كإنسان وطع نفسه وأطاعه حتى الموت هنا طاعة مش إجبار وأطاع حتى الموت موت الصليب كالي بلنا من حاجة تعلم الطاعة فيما يتعلم كابن فيما تعلم الطاعة كونه ابنا فيما تعلم ما تعلم الطاعة هنا أنا عايزة أربط بين الطاعة والعسيان إحنا مشكلتنا وكرستنا في عسيان آدم لوسية الله أيوة عشان كده كان حل العسيان إيه؟ عكس العسيان الطاعة على فكرة من حاجات اللي أنا جالتها من الحياة الجميلة اللي أنا جالتها أن الطاعة هي المعجزة الكبرى لأنه لو لم يكن أطاع لما ذهب للصليب وهنا بنشوف الربط الإلهي العجيب العسيان يحل مشكلته به؟ بالطاعة الموت حل مشكلته بالموت والقيامة عشان كده وقطاع حتى الموت موت الصليب لذلك رفعه الله أيضا وعطاه اسما فوق كل اسم طبعا أنت عم بترد على أساس أن البعض بيعتقد أنه هذا عجز بالزبط أنه ليس عجز هو فكرة الطاعة والاختيار أنه يعمل هذا الشيء لمصلحتنا ترجمة نانسي قنقر